أنا العقيد هيسام درويش نعلن عن تشكيل لواء الفتح في مدينة حلب وريفيا بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق الله العظيم من قلب الحدث الذي تعيشه سوريا نعلن بعون الله تعالى وتوفيقه عن تشكيل لواء الفتح التابع لمدينة حلب وريفيا بالتنسيق مع كافة التشكيلات العسكرية لمدينة حلب وريفيا والذي يضم الكتائب التالي كتيبة المثنى بن حارس الشيباني كتيبة غرباء الشام كتيبة درع الوفاء كتيبة البراء بن مالك كتيبة أبو حبيد بن الجراح كتيبة أحفاد عمر بن الخطاب كتيبة سيد الشهداء حمزة كتيبة عمر بن عدل عزيز كتيبة شهيد النقي بن مرؤوسه كتيبة العاديات كتيبة طاقاء بن عمر كتيبة جوارح الشهباء كتيبة درع صلاح الدين كتيبة النصر كتيبة شهداء الشمال كتيبة فجر حلب كتيبة أبو در الغفاري كتيبة الشهيد محمد كعكجي كتيبة ابن الخطاب علما أن لواء الفتح يخوض عمليات بطولي الآن في حلب ونعاهد الله تعالى على المضي قدما حتى إسقاط النظام البربري الغاشم وإقامة دولة الحرية والعدالي والقانون الله أكبر ونصر لثورتنا الله أكبر الله أكبر